اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصرية احنا يمكن في الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك اعادوا الله علينا وعلى الامة الاسلامية وان شاء الله وان شاء الله كن مع نهاية ايام شهر رمضان ودعاءنا المستمر والمتواصل ان ربنا يكشف عنا الغمة وربنا يرفع عنا البلاء ويعافينا من الكورونا اللي بصراحة اصبحت النسب تخوف وترعب وخاصات النهاردة بقت الاركام علي جدا يعني انا بسألكم الدعاء والالتزام وان احنا نتفق شوية مع نفسينا ان احنا نبقى نخاف على بعضين خلواني ان انا نهاردة بدأ لقائي بالتوجيه كلمة شكرا انا بوجه كلمة شكرا للسيد اللواء من المحافظة واحنا يمكن وجهنا الشكرا لسيد المحافظ وشخص الاستاذ ايمان عطريس بنقوله متشكرين يا سيد المحافظ وكل اهالي قرية طمو يمكن احساس غريب بالسعادة وهما بيحسوا ان حد مسؤول بيتواصل معهم وصوتهم بقى يوصل حاجة كويسة حاجة كويسة جدا ان احنا نحس ان المسؤول قريب مننا محافظة الجهزة فعلا كان قريب جدا حلقاتنا كان بيتابعوها تواصل على طول مستمر مع المحافظة ويمكن الاول من الحلقة اللي فاتت ما خلصت لدينا تواصل مع الاستاذ ايمان عطريس وطلقوا الحلقة ويمكن الاجهزة الامنية تواصلت مع ادارة القناة هنا عشان الموضوعات اللي اتكلمنا فيها وكلها بتصوب في مصلحة المواطن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بالامور الحياتية والمشاكل اللي تخص المواطن في كفور مصر وفي النجوة مصر السيد الرئيس الاب والقائد والريس احنا بنقوله من هنا بنقوله من مصرية شكرا رئيس شكرا لكل الاجهزة التنفيذية اللي موجودة في الدولة كمان قبل ما ندخل في الاجواء الحلقة النهاردة اللي واضح ان هي تبقى ان شاء الله اجواء سخينة جدا يعني انا بتوجه بالشكر للسيد اللواء محمد كمال بهلول رئيس مجلس مدينة البدرشين الرجل اللي اشتغل في صمت تحمل الاتهمات كتير اتهموه انه هو رجل سلبي وقعت في مكتبه ما بيتحركش وما بطلعش يرد لكن الاسف الشديد خيب توقعاتهم واكتشفنا ان الراجل موجود في كل المواقع بيشلف الزبالة وبينظف المصارف وبيعالج الامور الحياتية وجهدي مشكور من فريق العمل بالمركز البدرشين والمعاونين للسادة نواب وخلونا نرحب بضيفنا اللي اكيد النهاردة في جوابوته الكتير هنتكلم فيه الاستاذ محمود حسن عيسوي اهلا سابقا استاذ محمود اهلا فندم الاستاذ محمود المدير التنفيذ المستشفى دار الطب واحد رموزي لعمل خدمة في قطاع محافظة الجيزة قطاع الجنوب وخاصة مدينة الحوامدية وخلونا نبدأ ونرحب بالاستاذ محمود ونقوله اتفضل استاذ محمود كلنا اذان صغيرة واحنا عارفينك انك انت حد بتلمس على طول على الحياة المشاكل الحياتية للمواطف الحظ اهلا بحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم اهلا طبعا بحب اوجه شكر لسيد احمد راشد محافظة الجيزة الاستجاوة بتاعته سريعة والراجل ده ممكن انت حضرتك كنت تطرف في المكالمة التلفونية مع المحافظة واحنا جئين في الصريح والمداخلة اللي تمت اللي شرفته بيها من قبل القناة بالمأساة اللي كانت في قرية طمو والمياه الجوفية اللي طفحت على البيوت واللي طفعت على البيوت بتاع المواطن المسكين اللي هو مالوش صوت يوصل فانا من هنا بشكر طبعا قناة الصحة والجمال وبشكر السيد محافظة الجيزة والجهاز المعاون لي وسيد ايمن عتريس في جهاز المتابعة استجابة سريعة وده هو المرجو من الأجهزة التنفيذية كلها اللي موجودة في الدولة يعني أنا كنت شايف بعض الناس اللي دخلت على صفحات التواصل ويكتبوا ان ما فيش حد بيسأل والكلام ده كله ممكن انت حدودك شاهد عيان ويمكن كنت طرف في المكالمة مع الاستاذ ايمن عتريس دي حقيقة دي حقيقة بصراحة وبعدين هو النهاردة لو كل الموظفين في الأجهزة التنفيذية للدولة انتهجوا نهج السيد الرئيس عفتاح السيسي الراجل ما بيقعد شي يعني النهاردة بتلاقيه مسافر دولة كذا وبكرة بتلاقيه مسافر دولة كذا هو دايما التارجد بتاعه هو المواطن البسيط والمشاكل والمشاكل الحياتية المشاكل اليومية للمواطن البسيط ياريت كل الأجهزة التنفيذية وكلهم في موقعه يتبنى نفس الفكر كانت حضوطك راضي عن أداء أحمد راشد اللواء محافظة الجيزة اللواء أحمد راشد نموذج يحتزى به بصراحة في محافظة الجيزة وراجل ليه بصمته لو بصينا النهاردة على قطاع الجيزة وقطاع جنوب الجيزة بدءا من مشكلة اللي هو الأزمة المرورية اللي كانت عنده كبري الأصاب جي النهاردة ما كنت بتيجي تعدي في المنطقة دي بتاخد لك حوالي بتاع ساعة ساعة لرد عشان تقدر توصل المنيب جوه فالراجل بسرعة استجاب وبسرعة عمل حلول فورية ووسع الشارع هيعمل حارة إضافية بتفك الخنقة وتفك الخنقة المرورية اللي هي موجودة هناك الراجل ليه تحركات شديدة وليه تحركات بشكل مستمر إذا لتفكر يتموها التعديات وتحركات وعية طبعا طبعا لا لو إحنا طبعا إحنا بنسني على الراجل وإحنا مش بصدد إن إحنا أنا آسف في اللفظ نخني التعبير إن إحنا نطبل لحد أو نقول لحد ما ليس فيه إحنا بنقول حقائق موجودة على الأرض لو فيه النهاردة واحد في الجهاز التنفيذي للدولة بيعمل عمل إيجابي وكل لازم يشيد به صح ولو فيه واحد فيه دفكت معين وفيه مشكلة معينة لازم الناس كلها تشاور عليها والحاجة الإيجابية اللي موجودة في محافظ الجيزة السيد اللي هو أحمد راشد والجهاز المعاون ليه خلال الفترة اللي فاتت إنه فيه استجابات سريعة وفيه وجود في الشارع مستمر بشكل مستمر أو بشكل داول تب خليني أسألك سؤال صريح ومباشر وأكيد إن أنا تعودت منك الصراحة في رضودك فضل أنت شايف الأمن وتحركاته الأمنية والشغل اللي على الأرض الواقع انتراد عن أداء الأجهزة الأمنية والله أقدر أقول لحضرتك الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة وبعد التوجيهات اللي جاية من الرئاسة مباشرة ومن الأجهزة اللي فوق بالاهتمام بالمواطن وبالحسن التعامل معاه النهاردة الأجهزة الأمنية ممكن يبقى فيه بعض التجاوزات في الفترات السابقة وممكن حالياً يبقى فيه بعض التجاوزات أنت مش في الجنة إحنا عايشين على الأرض فلازم تبقى فيه جابيات وسلبيات ولكن أنا أقول لحضرتك على تجربة لما استهب نفسي مثلاً في مركز في مدينة الحوامدية اسم شرطة الحوامدية فيه قطاع دلوقتي فيه مجموعة موجودة الرائد إكرام البطران ومعه مجموعة معاونين لي زي النقيب عبد عزيز فرحات ومعه أحمد بيد سوقي والنقيب فاروق الناس بتشتغل بجهد كويس وموجودة في الشارع بتحاول أن هي تلمس المشاكل اللي موجودة أو تقضي على الحاجات السلبية اللي هي موجودة في الشارع ولكن تطلعات المواطن البسيط بتأمل في زيادة الحاجات الإيجابية ما تيجي ندخل بقى الحاجات اللي مش إيجابية ونتكلم على مستشفى الحوامدية اللي حضرتك كنت مركز عليها وبتأكد عليها قبل الهواء تمام بنبدأ إن شاء الله النهاردة لو كلمنا عن مستشفى الحوامدية بعد تحولها لمستشفى عزل بسبب طبعا الفيروس كورونا اللي هو انتشر وبقى بشكل رهيب لأعداد النهاردة حضرتك وصلت الـ 14 ألف أو ما يقرب من الرقم ده فده عدد رهيب على مصر النهاردة أنت الأعداد الإصابات اليومية بدأت تخش في الـ 500 و600 و700 ماريين وده حد ذاته خطر بيدقنا كوس الخطر إن لازم بقى فيه شراكة في المسئولية شراكة ببيل الدولة فيه مداخلة لدكتور أحمد سعد أنا سهلا بك يا دكتور أنا سهلا أفنم بحضرتك إحنا معانا الأستاذ محمود عيسوي مدير التنفيذي لمستشفى دار الطب ده أخوي الكبير زي ما بتعلم من سيادته ربنا عزك أحمد بي ربنا عزك يا دكتور أحمد أمريكا بحضرك يا فنم إنت شاف أداء الأستاذ محمود في الشارع إزاي وشاف إنه بيقضي وطبه إزاي الأستاذ محمود ده فخر لكل شباب البلد على الأهل يا صنم إذا ما كانش بيعمل شيء خدمي ظاهر للناس أكيد في شيء خافي بيعملوا إحنا بنلمسه إضافة ده كله إذا كان ما بيكونش واضح بيظهر على الشباب في المنطقة من حيث التوعية بيحاول يبعوا الأهالي في المنطقة إذا كان بخصوص المغافة الشخصية إذا كان بخصوص الكمامات إذا كان بخصوص التباعد إذا كان حاجة زي كده ما هيش واضحة للملأ فيعني من الضرور إنه إحنا نذكرها خاصة إن أستاذ محمود ما بيربوش من ملحد مننا إنه إحنا ننظر ده على الملأ لإنه دي حاجة بينه وبين ما بين الخالق إضافة ده كله والله يعني يمكن حابب إن أنا أستغل منبر حضرتك إن أنا أشيط بعد الإشادة بالأستاذ محمود أشيط للشباب منطقة الحامبية على الأقل للشباب منطقة جسر أبو لاشفين فيه شباب كتير بيبدأوا إنهم يواعوا الأهالي زي ما قلت حضرتك بخصوص النظافة الشخصية بخصوص استخدام الكمامات بخصوص استخدام المطاهرات اليدوية بخصوص التباعد يعني نقول إنه فيه شباب شغال بيحاول إنه يخدم نفسه يخدم أهله للوقاية من الفيروس أكيد أفنم برضو أحب إن أنا برضو أشيط بشباب بلدي أنا مانيا الشيحة عندي شباب كتير ما شاء الله عليهم مبشر إذا كانوا هم بيستعدوا الأهالي إنهم يتفضل الصوتات والأجمات من حيث التوعية من حيث توفير القدرات من حيث توفير اللحو ما شاء الله الشباب هنا شغالين تفعون ديها شغالين وكل ده يمكن الناس دي تتعلم من من الصفات المبشرة اللي موجودة في الأستاذ محمود إذا كان فيه ناس من المنطقة ناس كبيرة كده دكتور الرسالة وصلت وواضح إنك إنت هنقعد ثلاث ساعات نشكر ونشيد ونسبح بإمكانيات الأستاذ محمود أنا هشكر حضرتك جدا وكل سؤال حضرتك بخير وحضرتك بخير أفهم نكمل مع الأستاذ محمود إيه قصة مستشفى الحامدية والله حضرتك بخير مستشفى الحامدية احنا بنتكلم في أنا نتكلم في نقطتين ثلاثة مستشفى الحامدية بعد تحولها لمستشفى عزل بعد انتشار فيروس كورونا أنا بحب النقطة الأولى أوجه رسالة شكر للتواقم الطبية اللي موجودة في المستشفى لأنه الناس دي بصراحة أنا مش بقول عليهم الجيش الأبيض أنا بقول عليهم ملائكة الرحمة ودي كلمة حقه تقال في حقهم بصراحة أنا عايز أقول لحضرتك إن أعلى معدلات شفاء في مستشفى عزل الحامدية ودي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل إخلاص الطاقم الطبي والطاقم الإداري اللي موجود في مستشفى الحامدية العام اللي هي تحولت لمستشفى عزل النهاردة برضو أنا بشيد بأهالي الحامدية وبشيد بشباب الحامدية للتكاتف الملموس اللي موجود على أرض الواقع الناس وقفة في ظهر الطاقم الطبي بحيث إنها تعمله دعم معنوي بتخليه هو لا يقلق جهد إنه هو يقدمه للمريض وده كله بيعمل ريفليكت إيجابي على حالات الشفاء السريعة للمرضى بفضل الله سبحانه وتعالي ولكن برضو في نفس الوقت إذا كنا بنقدم رسالة شكر للتواقم الطبية والإدارية لمستشفى الحامدية العام وبنقدم رسالة شكر للشباب في الحامدية والجهود المفزولة سواء بالدعم العيني أو بالدعم المادي أو بالدعم المعنوي سنحن نقفل عن ده نقطة ده صدر حضرت ونقول إن إمكانيات مستشفى الحامدية كان مستشفى عام هل هي إمكانيات بتساعدها أن تستقبل الحالات توفر الملايات وتوفر الإحتاجات الضرورية لطاقم التمريد أو للناس الموجودة ولا في مساعدات من الأهالي موجودة من أهالي الحامدية تمام حضرتك نقطة جميلة جدا حضرك صرت النقطة دي لأنه المشاركة المجتمعية من الشباب الموجودين في الحامدية ومن أهالي الحامدية ومن أهالي الخير بتشيل من على كهل الحكومة جزء كبير من واجباتها بصراحة الحكومة المفروض أن مستشفيات العز خاصة أن مستشفى زي الحامدية بتخدم قطاع كبير فهمني المفروض يوفر لها إمكانيات أكبر من كده بكتير المفروض النهاردة أنت بتجيب ناس في محاربة فيروس زي فيروس كورونا أنت بتحارب عدو أنت مش عارفه إيه ومش عارفه مين فأنت المفروض بالحد الأدنى اللي توفره للتواقم الطبية أن يكون فيه إمكانيات متوفرة للتواقم الطبية دي بحيث أن هم يقدروا يواجهوا الفيروس بكل الإمكانيات المادية لأنه هم معنويا بيبقوا ضعفاء قدام عدوه غير معروف إحنا معنا المداخلة الأستاذ رأفة فاروق صعد الله أهل ونسأل بيك أستاذ رأفة إزاي حضرتك أستاذ محمود على برنامك الجميل وأستاذ محمود حسن من شخصاته المحترمة جدا عندنا ربنا يا عزك بي الأستاذ رأفة من الإخوة الأجباط اللي لهم أيادي بيضاء وموجودين في كل يمكن كل العمل الإجابي الموجود في الحامدية يمكن هو طرف فيه ربنا يا خليك أستاذ محمود عوض شخصية محترمة جدا وبرنامج جميل وكل ديفاق محترمين بصراحة كلمة بتقولها الأستاذ محمود والمشاركة المجتمعية وإخواتنا الأجباط ووطن واحد ودم واحد وروح واحد ده ومستقبل واحد ومصير واحد نحمد ربنا عندنا ما فيش فرق خالص ولا أي نوع من أنواع الفرق بيننا يعني أستاذ محمود حضرتك ده يتملي معنا على طول في الأعياد مشاركنا وأعمال الخدمية عموما من أول اللي بيشرفونا في الكنيسة وعلى المستوى الخاص بيود الناس كلها بني أعزك وتملي من الجماعين في يوم اليتيم بني أعزك والصراحة تمنى النماذج المحترمة بصراحة من الشخصيات حتى لو في بشاكل صلح من أول الناس اللي بيبقى موجودين في الحضور بني أعزك والصراحة مأجوداتهم ما بتأكرش عن أي حد حضرتك شخصية محترمة هو تقريبا لو سيد محمود عاوز يوجهلك سؤال أو رسالة يعني بفضل بسيد محمود والله أنا من على منبر حضرتك بشكر الأخوة الأجباط بصفة عامة وبشكر بيت المعلم فاروق سعد الله بصفة خاصة لأن الناس دي لها باع طويل وباع كبير في العمل الخدمي سواء في مدينة الحوامدية أو في قرية المخنان أو في قرية الشيخ عتمان أو في قطاع جنوب الجيزة بصفة عامة الناس دي ما بتتأخرش في جهد احنا شايفين قرية المخنان ماشاء الله قرية المخنان احنا انا استأذن حضرتك قرية المخنان احنا هنفرد لها جزء من الحلقة نتكلم عنها ان شاء الله الله يخليك فأنا بشكر لأستاذ رقفة فاروق سعد الله راجل دايما نجده في الخير ودايما نجده في العمل الخدمي وناس ما بيتأخروش فأي عمل خير سواء في الحوامدية أو المخنان أو الشيخ عتمان نشكرك يا رقفة بي وكل السلام حضرتك بخير وانت بصعب سلامة محمود ربنا يخليه الله يخليك أفن نكمل حوارنا مع الأستاذ محمود اللي واضح ان فيه نقول فيه جزء من المصارحة يمكن كبير قوي احنا نحظينه في كلامك لا لا النهاردة اذا ما كانش فيه مصارحة يبقى انت مش هتوصل لنتائج إيجابية اول جزء او اول خطوة في حل المشاكل انك انت تحط ايدك على رأس المشكلة نفسها تحدد المشكلة اللي عندك ايه وتحدد تتكلم عن السلبيات والإيجابيات عشان تقدر توصل لحلول وحلول يستفاد منها فالنهاردة احنا زي ما بنوجه رسالة شكر للطاقم الطبية في الحوامدية والطاقم الإداري اللي موجود معاهم وبنوجه رسالة شكر للأهالي اللي بيعملوا دعم مادي ومعنوي بشتى السبل فهمني بيمثلوا فعلا او بيعملوا ملحمة وطنية في الحوامدية النهاردة فيروس كورونا على قد ما وليه سلبيات على قد ما واظهر معدن اهالي الحوامدية عاملة ازاي الناس دي في المواقف في الازمات بتظهر وبتدي من وقتها وبتدي من جهدها وبتدي بكل اشكال العطاء عشان تساعد الطاقم الطبية لو تكلمنا لو تكلمنا عن دور الدولة نقول المواطن اللي في الحوامدية المواطن بسيط الغلبان اللي بعد من الحوامدية المشتشفى تحولت لمكان للعزل بيروح فين الدكاترة كشفهم خمسمائة جنيه وربعمائة جنيه وثلاثمائة جنيه في الحوامدية وبقيت مشكلة صعبة قدام المواطن اللي هو يمكن قاعد في البيت دلوقات ما بيخرجش عشان الفيروس تمام حضرتك نقطة جميلة جدا من حضرك صرتها وانا كنت حاطتها على جدول الاعمال او جدول الكلام اللي انا كنت اتكلم فيه النهاردة زي ما بقول لحضرك احنا بنقدم رسالة شكر طيب دلوقتي انت كجهاز اداري للدولة او الجهاز الحكومي انت النهاردة ما خدت قرار بتحويل مستشفى الحوامدية العام الى مستشفى عزل ايه البدائل اللي انت وفرتها للمواطن البسيط المواطن الفقير اللي هو النهاردة كان قدامه مستشفى فيها عيادات خارجية وفيها اقسام داخلية النهاردة بيروح يكشف بيقطع تسكارة ب3 جنيه او ب5 جنيه او ب10 جنيه يخش يكشف عند الدكتور بياخد العلاق بتاعه ويروح على بعد امطار من بيته النهاردة بعد ما حولت مستشفى الحوامدية المستشفى عزل انت ايه البدائل اللي عندك اللي وفرتها للمواطن البسيط مواطن الفقير اللي هو النهاردة عرب مستشفى ليه مستشفى من المصريين او الاصر العين اللي هو يحتاج يدفع له 50-60 جنيه مواصلات عشان يوصل للمستشفى نفسه فالنهاردة ايه البدائل اللي وفرتها له بنجي نتكلم هنا واحنا ونصدرش مشكلة والحكومة ما تصدرش انت مشكلة وما تقدم لهاش بدائل حلوة اذا كنا بنقول ان في مشكلة طيب فيه دور المشاركة المجتمعية للمصانع والشركات اللي موجودة في الحوامدية يا سيد الفضل انا عايز اقول لحضرتك حاجة الحوامدية احد قلاع الصناعة على مستوى الجمهورية ليه لان فيها شركة السكر شركة السكر دي عبارة عن 10 مصانع الشركة الوحيدة على مستوى مصر انه فيها مصانع تأثير للسكر والاولى على الشرق الاوسط في عملية تأثير للسكر والمشتقات بتاعته اما يكون فيه في الحوامدية شركة زي دي وليها مركز طبي مقام على مساحة شاسعة يعينك ما تجيبش اخرها مساحة كبيرة من الافدنة وفيه مستشفى متكامل مركز طبي متكامل طب انا النهار ده ما عليش بقلوم على الاجهزة التنفيذية وبلوم على رئيس مجلس ادارة شركة السكر وبلوم على متخذ القرار في القطاع بتاع الجيزة ليه النهار ده قبل اتخاذ قرار تحويل مستشفى الحوامدية العام لمستشفى عزل ما جيبش ليه رئيس مجلس ادارة شركة السكر ومدير المركز الطبي واعد معهم فينه الدور المجتمعي للمركز الطبي لمشاركة المواطن البسيط ازاي حضرتك المركز الطبي فيه مجموعة من العيادات التخصصات المختلفة وفيها اقسام داخلية للحجز سواء عناية مركزة نقول حاجة حضرتك في النقطة دي فيه حد من الاهال اللي راح للمركز الطبي وما لايش العناية وما لايش الرعاية وما لايش العلاج كل الاهال اللي تروح للمركز الطبي عايز تروح المركز الطبي لازم يبقى معك فلوس ولازم يبقى معك إمكانيات طب المواطن الفائر اللي هو المعدم يروح فيه يموت النهاردة معليش المركز الطبي ما هو بيعالجك بس بيعالجك بفلوس العدات بيعد عليك ولكن أنا بتكلم في نقطة المشاركة المجتمعية أنا عاوز أوضح لحضورتك حاجة بالنسبة للمركز الطبي واعتبر أن أنا قريب جدا من الكسة دي المركز الطبي في مجموعة استشاريين كشفهم بره مثلا 500 جنيه و1000 جنيه بيكشف في المركز الطبي ب50 جنيه يعني دي خدمة بيتقدمها شركة السكر أو المركز الطبي اللي هو الحوم دي يعني أنت المفروض أنك هتروح تحجز في عياد هتتفع 500 أو 1000 الدكتور بيجي لك لغاية عندك ب50 جنيه شركة السكر هتعمل ايه يا سيدي الفضل شركة السكر بالإمكانيات بتاعتها أنا عايز أقول له حضرتك حاجة قانون قطاع شركات شركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة القانون بيلزم الشركات دي بإنفاق من 5-10% من أرباحة على تطوير المجتمع المقامة فيه أنا شايف فيه مدخلة من الأستاذ سامي جيرجس أهلا نسأل بك أستاذ سامي إزاي خاصة محمود أهلا نسأل باشي إزاي حضرتك كل سلام تطيب ربنا يا أخي كل سلام حاجتك طيب والإخوة المسجمين كلهم بخير السلام يا باشي الأستاذ محمود حسن عيسوي موجود معنا في الستوديو وبنتكلم عن قضايا ساخنة في جنوب الجيزة وخاصة مدينة الحامدية ربنا يا أستاذ محمود ربنا يا عزك والسامي شريك الوطن وراجل معنا دايما في العامة الخدمة والسامي ربنا يا خليك يا حبيب نتشرف بيك الله يخليك إنت حضرتك رأيه كيف القضايا اللي بيصيرها الأستاذ محمود وخاصة مشكلة الحامدية مشكلة المستشفى اللي تحولت لمستشفى عزد والمواطن البسيط مش لاقي إعيادة يكشف فيها وبإضطر إنه هو يدور على دكتور كشف غالي سيد محمود هو طبعا المستشفى عندنا مجهز مجهز فاهمني وطبعا بيخدم أهلا المنطقة مغزمش حامدية بس واخد بالك بيخدم يمكن جنوب الجهزة كل لأن ما فيس بعدين غير المستشفى عم المصريين وزم حياتك طرحت دلوقتي عندنا المركز الطب والمركز الطب ده القادرين فقط لا غير وطبعا بالنسبة لعمال شركة السكر بيتعالجوا فيه إنما كأهالي القادر فقط لا غير ما يدكش يخش في المركز الطب مرابو عليش واخد بالحقيقات إنما المستشفى الحامدية العام هي المستشفى الرئيس اللي هي موجودة في البلد فإني وبتخدم طبعا قطاع كبير جدا يعني إنت حضوطك المطلوب دلوقتي إنت بتآية كلام الأستاذ محمود إنك إنت محتاج بديل للمستشفى الحامدية أكيد طبعا إنت مستشفى البدرشين بينك وبينها ثلاث دقائق مستشفى البدرشين برضو يعني إنت مستشفى الحامدية نستشفى عام وببيرة وهي القديمة اللي بوجودة في اعتبر في جنيب الجيزة كله واخد برض حيثت وكان عندنا المبنى اللي هو الجديد ده تعمل طبعا دلوقتي بقى عزل بالنسبة للموضوع كورونا يعني فطبعا اتعمل عزل وبيخدم بقولك بيخدم يعني كان عندنا حالة الأسبوع اللي فات من الأخوة بتوعنا كانت من عين شمس لهاي الحامدية نعم يعني بالنسبة لعزل للموضوع كورونا جات الحامدية شوف من عين شمس يعني احنا عايزين عايزين رسالة من الأستاذ سامي أحد الكيادات الإخوة العجبات في مدينة الحامدية واللي ليه دور في الخدمة المجتمعية للأستاذ محمود وزملائه في إدارة الأزمات الموجودين في المستشفى وفي العمل الخدم والله احنا برضو عندنا الأستاذ عصام إدريس مشكورا قام بمهود جبار والأستاذ براهيم حمود طبعا الاثنين عضاء مجلس شعب بالنسبة لعندين يعني في الحامدية وقبال لك وأهالي الحامدية صراحة أيمين دو مجهود جبار بالنسبة للمستشفى وقبال حديثك وعندنا مدير المستشفى دكتور عبدالعاطي راجل مشكور يعني يعني بيعمل كل ما في وسه وقبال حديثك أنا بشكورك كابتن سامي وبقول لك كل سنة حضرتك بخير ربنا يا خليك يا باشا وكل سنة حضرتك طيب والمسلمين كلهم بخير وبحلول لعد الفترة المباركة ان شاء الله شكرا كابتن نكمل مع الأستاذ محمود وكان تناول بعض النقاط العمالة الغير منتظمة والكتير من موضعات كنت حضرتك أنا بس هستأذن ساعدتك إن احنا الدور المركز الطبي ده عليه دور أساسي يا باشا الرسالة وصلتنا إن شاء الله نتواصل مع عمالة شركات السكر وبحد يرد علينا الحلقة الجاي تمام حضرتك النقطة التانية طبعا بتكلم عن نقطة مداخل الحوامدية مداخل الحوامدية ومجلس المدينة والحاجات دي أنا بحب يعني عايزة أوجه رسالة شكر من عند حضرتك هنا لرئيس مدينة الحوامدية الدكتور أشرف تامر والسادة النواب بتوعه الأستاذ مجدي محب والدكتور أولاء مكاوي على المجهود اللي بيقوموا بي الناس دول موجودين في الشارع أستاذ محمود طالما أنت بتلمس كده في الحاجات اللي أنت بتستفزين بصراحة لم تستفزك شوالا حاجة موضوع العبارة واللي تم في العبارة وموضوع الإرادات اللي كانت بتجيبها والتطوير اللي بيحصل يعني فيه حاجات كتير تمام الكلام ده هنتكلم فيه واحدة واحدة بس أنا هنتكلم على النقاط اللي بتهم المواطن الفقير والمواطن البسيط لو تكلمنا النهاردة على مداخل الحوامدية حضرتك المدخل البحري للحوامدية اللي هو مدخل منطقة مونة الأمير والمدخل المحطة اللي هو قدام شركة السكر اللي هو قدام شارع الجمهورية أو قدام شركة السكر المدخلين دولة يعتبروا مدخلين بيغزوا الحوامدية من الأولة الأخيرة المدخل البحري اللي هو على منطقة مونة الأمير بيغزي منطقة مونة الأمير بالكامل بيغزي منطقة أبو لاشين بيغزي منطقة عرب شلوب بيغزي مناطق دي كلها حضرتك النهاردة لو جيت الطلاع يعني بصيت على المدخلين يعني زي ما القرآن بيقول فعلا لو اطلعت عليهم لو لقيت منهم فررا ولم لقيت منهم رعبة النهاردة دول مدخلين لا يعليكوا أصلا بالحوامدية الحوامدية بكيانها بالشخصيات اللي موجودة فيها بتاريخها بالشركات اللي موجودة فيها لا الحوامدية تستحق أكتر من كده بكتيه النهاردة المدخل البحري بتاع الحوامدية ده أكوام من القمامة وأكوام من الزبالة ولا يعليك تماما بالحوامدية النهاردة المواطن البسيط شوارع الحوامدية الداخلية النهاردة معلاش أنا زي ما بقولك أنا بوجه رسالة شوك للدكتور أشرف تامر والنواب بتوعه والأستاذ إسمه أبو عميره أنا بوجه رسالة شوك ولكن بقوله المواطن البسيط المواطن التقير بيحتاج وتطلعاته منك أكبر من كده بكتير أنا عندي الوقت بيعدي سريعا أنا عاوز حضرتك رسالة في عجالة للسادة نواب الحوامدية اللي يمكن المواطن كان بيعول عليهم حاجات كتير وواضح إنك إنت عاوز توجه لهم رسالة يمكن هو باين والله أنا الرسالة اللي بوجهها لنواب الحوامدية طبعا للأمانة الأول بوجه لهم رسالة شوك في عمل مفزول سواء من قبل النائب عصام إدريس أو سواء من قبل النائب دكتور إبراهيم حمودة مستشار عصام إدريس لي جهد مشكور في مشروع الغاز وفي مشروع الماء والصرف الصحي الدكتور إبراهيم لي شاركة معاه في المشروعات أو في بعض المشروعات اللي بتتم في الحوامدية ولكن أنا عايز في نقطتين مش عايز استرسل فيهم النقطة الأولى تطلعات الناخب البسيط اللي هو وصل حضرتك للمقعد أعلى من كده بكتير أنت بتتكلم على مستشار قانوني وبتتكلم على أستاذ في الجامعة أنتوا ناس قامات علمية كبيرة وليكم جهد وليكم بصمات موجودة في الحوامدية ولكن تطلعات الناخب وتطلعات المواقع كل ما بتقولها صراحة وإحنا بناختم الفقرة دي في خلاف واضح والمواطن البسيط حاسس به ما بين النواب في الحوامدية يمكن ده سبب في تأخير كتير من حل المشاكل موجودة في الحوامدية أنا عايز أقول لهم إن إحنا لو حطينا أدنا في أدين بعض أرجوكم عايزين يتم توافق ونحط أدنا في أدين بعض عشان تبقى في نتائج أعلى من كده ونتائج إيجابية أفضل من كده تعود على المواطن البسيط والمواطن الغلبان الفئيط أنا بأيد كلام للأستاذ محمود وإحنا بنختم الفكرة دي وبنقول إن فعلا السادة النواب عليهم عايب كتير المواطن شايف وباصس وإن فيه خلاف واضح يمكن الأهداف على الرغم إن كل واحد بيشتغل في مجاله وكل واحد بيحقق النتائج الجميع لكن المواطن من أهالي الحوامدية عايزين يشوفوا الاتنين النواب إيديهم في إيضان بعض زي نواب دائرة البدرشية أنا بأوجه الرسالة للسادة النواب الأهالي محتاجينكم محتاجينكم مع بعض عشان نكمل المسيرة اللي انتم بدأتوا فيها وأنا بالنهاية الفقرة أنا بتوجه بالشكر لأستاذ محمود المواطن المحترب اللي فعلا رجل إيجابي وجاي مش جاي بيجامل ولا جاي طبل ولا يسائف لحد لا رجل جاي حطي إيديه على الوجع وحطي رجل التعلاج لبعض القضايا الحياتية اللي بيتاموا المواطن مش في الحوامدية بس ده بالعكس ده في جنوب الجيزة كله وإحنا من البرنامج ومن القناة بندله شهادة تأدير يمكن إدارة القناة هو واحد من النماذج الإيجابية اللي بتحس الناس على الانتماء والشغل والعمل المجتمعي إحنا بنحقي حضرتك أستوى محمود ودي شهادة من البرنامج ومن القناة لحضرتك ونقول لك متشكرين جدا وإحنا بنشكرك وأكيد لنا رقاءة تانية مع حضرتك وقت البرنامج عدا سريعا بنقول حضرتك كل سنة وحضرتك بخير وشرفتنا وكل سنة وانت طيب وكل الناس الوطنيين الناس الإيجابيين اللي بيحبوا بلدهم بنقول لهم متشكرين جدا الناس اللي مع السيدة الرئيس عفتح السيسي الناس اللي بتحب بلدها الناس اللي بتحارب الإرهاب والفساد في كل مكان بنقول لهم احنا معاكم وإحنا بيكم ومصر لنا ومصر بينا وتحية مصر شكرا جزيلا أرسل محمود شكرا الله حضرتك بنا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا في الفقرة التانية